عمرك تمنحني هالشرف الصغير الله يعزك انا شركت في هالبرنامج رضا وتلك طال عمرك وانا يقولون لا هم لا هم لا وجع لا وجع الضرس ولا هم لا هم العرس فاطلب انك تسمح لي اني اكتفي بصولي هالمرحلة واصافي حدك الكريمة وتدبر المرزواجي اشتابي هذه لحظة حاسمة لحظة غير عادية في حياة ياسرة ويجري وكثيرون تحدثوا عن شاعر المليون انا سأترك وتجاوز كل الحديث المعتاد الذي سئلت عنه من قبل وسألتقط خيط يهمني اسمع رأيك فيه كثيرون عندهم تحفظ كبير لما تكلمت على لفظة اتدبر موضوع زواجي جميل انك نطقتها صحا اتدبر صح ايه اتدبر الاخرين فهموها مفهوم غير هذا الناس كيف فهموها اولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الارض ولا في السماء الموضوع ذالها 14 سنة هذا الموضوع 2006 ما تكلمت فيه رغم انه يعتبره الكثير من الناس نقطة ضعفية نعم وعند اي محك كل عودة يضرب لحصات يقولون لي يا شحاد شاعر مليون زين بسبب ايش بسبب هذه الكلمة كان يقولون لك يا شحاد شاعر مليون وانا بالعربي مهم مني يقول انجليزي اي دون كيرو وابح مهم مني انا انا كشخص لي 14 سنة اقدر حكي في اي مكان اللي طلعت بعشرين الف لقاء واليوم عندي منصات تواصل خاصة فيني اقدر حكي بس ما بيحكي بما انك وابي ما بيقول خبثك المعهود مع ان الخبث احيانا ترى جميل والله ايه نوع من نوع الفن ترى ايه والله اذا وظف في صالحه انت ما وظفته في صالحي بما انك اثرت بحكي اولا سياق كلامي بدايته لا هم الا هم العرس ولا وجه الا وجه الضرس اي بمعنى اني اتزوج واضح وارجو انك تأذلي ان اكتفي بوصولي لهذه المرحلة واصافح يدكم الكريمة واتدبر امور زواجي يعني سياق الحكي كان ابيض ما اقول لك فصيح لكن لا يمكن تدخل مع كلمة نشاز دبر الناس يعتقدون يقول دبر امور زواجي ماذا اللي يدبر امور زواجي دبر يعني انا حاكي شخص في قامة محمد بزيزي يقول دبر قدام الملايين داخل انت شو اللي حطلب جنطة انا ولا كالبليتر دبر اتدبر امور زواجي اسمح لي ان اكتفي بوصولي لهذه المرحلة واتدبر امور زواجي يعني اذهب وانا سبقت لها انه لا هم لا هم العرس ولا وجعل لا وجعل يعني فيه هم عندي ما قدر اواصل هالبرنامج اللي قد يمتدي لشهر شهرين وانا عندي زواجي ابتدبره ابذهب لتدبر امور زواجي هذا واحد اثنين هل من العقل انا اعرف الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره من كان رئيس الاركان ثم في 2003 نائبا لولي عهد ابوظبي ثم ولي عهد ابوظبي 2006 كل هذه الاشياء قبل هنا كان ولي عهد ابوظبي ولي علاقة فيه شخصية الله يطول عمره ويحافظه ومسي عليه ولك الفشار الفضيل وقبل البرنامج بثلاثة أيام نمتغدي معه وكل برزة للشيخ محمد بن زايد انا حاضر فيها سنوات قبل البرنامج قبل سعر المليون قبله بثلاثة أيام تودني معه وكل برزة للشيخ محمد بن زايد انا احضرها واستطيع ان يعني اتكلم مع الشيخ محمد بن زايد سرا لو احتاج شيء واطلبه هل من المنطق اني اطلب قدام الجماهير يعني ما هذا الظلم وش الظلم هذا لي يعني 14 سنة كل ما ينتقدني احد اليوم اليوم هاشتاق اكمل يام شح هذا المليون ماش حد يجي معه ولو انا شاحذ والله وجهي طويل ولا علي منكم بس والله كان قصدي اتدبر مين بدبر في فرق بين انا اتدبر وبين دبر دبر يعني دبر لي اذا لغتك غبية وفهمك للغة غبي هذا مو ذنبي مو بهذه المشكلة تعرف وين المشكلة الكبيرة وين المشكلة قبل فترة صار عندي بعض يعني موضوع رياضي وقامت سبني العالم كله وكل سبهم لي يا شح هذا المليون واحد من اللي يسبوني دخلت على حسابه على البايو وحقه لقيته عمره 18 سنة اي بمعنى يوم شاعر المليون كان كم عمره 2006 4 سنين الاب له ابوه اللي علمه واصل هالفكرة هذي المغلوطة عنه عن شخص انا بالنسبة لي والله الذي لا يحلف بعز منه اني فولاذي بما يتعلق في انتقاد الجماهير والله ما يعنيني ولا عمري سبيت احد يعني عفوا ايه بتويتر ما عمري سبيت احد ولا عمري رفعت قضية على احد رغم اني لو كل واحد يقذفني في تويتر او يسبني في تويتر او في غيرها اشتكي وحط محامي والله لا اصير انا والراجعي كهاتي بنك الراجع من الغنات لكن انا معاهد النفس عهد لا اشكي احد يقذفوني يقذفون امي وابوي وهلي وكل شيء وحطوا فيني اشياء ماهفيني القضية ما فيها اليوم انا حكي الحكي هذا هو مفروض انه ما يحكي فيه ما يحكي فيه شخص يقول عن نفسه فولاذي وقوي ما يهمه لكن ليش انا احكي فيه انا اليوم هنا انا مؤمن بالتاريخ وقلتلك انه الشاعر يكتب التاريخ ما هو بس التاريخ حتى مواقفه انا اليوم هنا اصنع سلاح ردع الولدي المحبيني اليوم محمد وليدي يشاهدني ومس عليك ابو ياسر انا ابي وليدي بكرة لما احد يتنمر عليه في هذا الموضوع يقول له لا يقب عشرين سنة ثلاثين سنة يقول لا تفضل هذا فيديو بوي وضح واضح اوضوع غبي الحقيقة انه احكي فيه انا والله غبي لكن والله مضطر مضطر عشان عيالي هذا وعث اثنين والله الذي لا اله غيره في هذه الساعة الفضيلة ما عمري طلبت من الشيخ محمد بن زايد درهم او ريال واحد وهو كفو وينطلب ومنصر ولو اطلب منه ما هم قصر لكن هو ما خلع عليه قصر اصلا هو من الشخصيات اللي ما تخلي لك اصلا فرصة انك تطلب هو مبادر والله العظيم اني ما قد طلبت منه شيء لي ريال واحد ولا درهم انت تنظر اطلب للناس نعم اسوق وجهي للناس وجهي المتواضع عنده وعند اي شخص بيقدرني نعم اما انا والله الذي لا اله غيره في الساعة الفضيلة في الشهر الفضيل ما قد قلت لها بشيء وله بتعففا بقدر ما هو الرجل كريم ولا حق لي مجال اصلا اني اطلب منه فبالتالي كيف انظر لما قال عني هذا الكلام 14 سنة على ما قال ادري من فيه بثنوي وقال لي هذا الكلام يعني 14 سنة ما نسيت هذا الموضوع ولكن انا انا لولا يعني يعني نعمة الله سبحانه وتعالى علي اني انسان احط حاجز بين ما اشعر فيه وبين ما يعني افعل ولا كان انا منعزل قبل كورونا وضارب مخي وضايق صدري من الدنيا وداخلنا حالة نفسية لا بس كثير تنتقد ما شفتك انا بهذه الحرقة و الحدة مثل ما شفتك اليوم لانه المترب يقولوا شر ما يكسب الانسان ما يصب انا وصمت بشيء ما لي يدهي يعني شف لما قيادة المرأة وصموني فيها نعم وطلعت واعتذارت وكل شيء نعم لانه انا اللي اخطيت انا اخطيت وصمت نفسي انا ما عندي مشكلة معها لكن هذا ما اخطيت انا توصمني انت والثاني والثالث ليه ليه يعني ما في مسئولية هذه تعتبر مسئولية انسانية يا اخي اخي انا ما لي خلقك يا ياسر انا ما احبك يا ياسر بس يا اخي ما اظلمك ما اكتب تغريدة قد تبقى لزمن ما اكتب مقال قد يبقى لزمن هذا تأصيل لمفهوم خاطئ باختصار شديد هو مفهوم خاطئ هذا الوصم هو اليا نعم المرارة جات من الوصم اي 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 ولا انا والله لا انا لا انا يعني اكبر نفسي اني اطلب من الشيخ محمد ولا غيرها من القادة ولا هذا ولا حن وياهم واحد ولا ولكني ما سويت طيب واصلا من المعيب اني اطلبها قدام الجمهور خليني انتقلك في هذا المفهوم